تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة كمان أيضاً أهم الماتشات اللي هتتلعب في إطار جولة الإياب للدور 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فهيتم إعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 على مستوى الجمهورية وده بعد الانتهاء من تقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات النهاردة هيتم افتتاح المعرض اليمني المصري الأول للمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية واللي بتنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر ومنصة أياد مصر ضمن فعليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الجيزة النهاردة واستمراراً لتقليدها السنوي الهدف لتعريف الأجيال الجديدة برموز وقامات الإبداع قررت دار الأوبرا المصرية فتح مدحفي محمد عبد الوهاب والآلات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجاناً للجمهور وده احتفالاً بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال النهاردة وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة بيقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية معرض تشكيلي بعنوان مبدعات بالتعاون مع قطاع شؤون الانتاج الثقافي في السندسة مساء بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بساحة الأوبرا وبيمتد حتى 22 مارس الجاري النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار جولة الإياب من الدور 16 من الدوري الأوروبي أهمها مباراة يوفانتوس الإيطالي وفرايبرج الألماني الساعة 8 لربع وفي نفس التوقيت هيلتقي ريال بيتس الإسباني مع منشستر يونيتد الإنجليزي والساعة 10 بالليل هيلتقي آرسنل الإنجليزي مع سبورتينج ديشبونا البرتغالي